البرنامج برعاية مساء الخير مشاهدين العزاء وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا موضوع اليوم موضوع مهم جدا ويهم قطاعات كثيرة من أبناء شعبنا ويصادف موضوع حلقتنا اليوم الثامن من أيار أو 8 مايو أو 8 خمسة زي ما بدكم سموها وهو اليوم العالمي اليوم العالمي اللي تضامن مع مرضى الثلاثيمية يبقى رح نحكي اليوم عن مرض التلاثيمية رح نتعرف حلقتنا اليوم شو هو أصلا مرض التلاثيمية وما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا المرض وكذلك ما هو الجديد في عالم الطب وعالم المختبرات الذي قد يفيد مرضى التلاثيمية في علاجهم وحياتهم المستقبلية ضيفنا لليوم أو معي للأول مرة طبعا بيكون معي ضيفين عزيزين على قلبي جدا هم الدكتور بشار الكرمي رئيس جمعية أصدقاء مرضى التلاثيمية وبروفيسور معين كانعان أخصائي الأمراض الجينية اللي طبعا رح نتفاقل نسألهم الأسئلة المعتادة حول موضوع اليوم ولكن الأهم رح نترى عليهم ما هو الجديد وما هو قد يفيد أبناء شعبنا من مرضى التلاثيمية قبل ما نبلش حلقتنا لليوم رح نشوف إحنا وإنتوا تقرير صغير حول مرض التلاثيمية ونعود ضيفنا العزيزين الثلاثيمية الثلاثيمية مرض وراثي مزمن يصيب الأفصال في عمر مبكر نتيجة تلقيه مورثين معتلين أحدهما من الأب والآخر من الأم يرجع السبب في ظهور أعراض الثلاثيمية كالإحساس بالتعب وشحوب في البشرة وتشوهات في عظام الوجه إلى نقص مادة الهيميغلوبين في كريات الدم الحمراء المسؤولة عن حمل الأكسجين من الرئتين إلى مختلف أجزاء الجسم يجعلها غير قادرة على القيام بوظيفتها مما يسبب فقر الدم المزمن يعتمد نوع الثلاثيمية على عدد الطفرات الجينية وعلى جزء الهيميغلوبين المصاب بها وتقسم إلى نوعين ثلاثيمية ألفا تظهر في حال حدوث خللين في واحد أو أكثر من الجينات المسؤولة عن تصنيع الهيميغلوبين ألفا وتختلف الأعراض حسب عدد الجينات المصابة وتنقسم لأربعة أنواع ثلاثيميا بيتا تظهر في حال وجود خلل في أحد الجينات المسؤولة عن تصنيع الهيميغلوبين بيتا أو كليهما وتنقسم إلى ثلاثيميا صغرى وكبرى علاج الثلاثيميا يعتمد على نوعها وشدتها وغالبا ما يتطلب علاج الحالات المعتدلة والحادة عمليات نقل الدم المتكررة وربما كل بضعة أسابيع زرع الخلايا الجذعية نخاع العظام تناول الدواء بشكل يومي وللوقاية من الثلاثيميا لا بد من إجراء التحاليل الطبية قبل الزواج فإذا كان أحد الزوجين أو خلاهما خاليا من السمة الوراثية فلا وجود الاحتمال ولادة طفل مصاب الفحص الطبي قبل الزواج يرهم وقايا من الثلاثيميا حيث لا تنفع قراطير العلاج مساء الخير دكتور بشار مساء الخير دكتور معين مساء الخير دكتور بشار يعني نبلش مع حضرتك وأنت رئيس جمعية أصدقاء مرضة تلاثيميا ونسألك إيش يعني مرضة تلاثيميا بشكل مبسط عشان الناس تفهموا وتعرفوا بسم الله الرحمن الرحيم بداية ريبرتاجي لمع الدينه معبر وأعتقد يوصل الفكرة بشكل بسيط في أي مجتمع هناك جملة أملاد وراثية ربما يتكلم زميل بروفيسور معين عنها لكن مجتمعنا الفلسطيني كما هو باكم مجتمعات البحر المتوسط يوجد فيها نوع من الطفرات أو المورثات التي يحملها حوالي أربعة بالمئة من أبناء المجتمع الميزة في مشكلة مرض الثلاثيمي أن حامل الصفة الوراثية لا تضع عليه أي تعراض ولا يكون عادة بحاجة إلى علاجات وبالتالي كان يتم عملية الزواج الناس من بعضها من بعض بدون ما يكون عندهم أي داعي لإجراء الفحوصات لكن ثمر الزواج ممن يحمل الصفة الوراثية ممن تحمل أيضا الصفة الوراثية وإنجاب الطفل المريض مريض بمعنى إيش المرض كمرض؟ نعم الفقر الدم هو فقر الدم وراثي كونه ينشأ لأسباب وراثية وليس لأسباب مكتسبة وأيضا وراثي لأنه يرافق كونه مخزن في الشفرة الوراثية بالتالي لا يوجد وسيلة للتشافي التلقائي منها أو الذاتي لا بد من أخذ العلاجات أو المداخلات العلاجية المتقدمة الآن لتخليص الجسم من حالة فقر الدم المزمنة وإذا لم يتلقوا الوحدة الدم في الوقت المناسب هم عادة بيكونوا دكتور بشار بحاجة إلى نقل دم بشكل منطل بالضبط والذي يحصل أنه فيه عنده خلل في إنتاج مدد الكريات دم الحمراء نعم يعفوا نقول دم الحمراء كريات دم الحمراء تتحطم أبكر من معدلها أو من عمرها المفترض وبالتالي يعيد الجسم إنتاج كريات دم جديدة ولكن بها نفس العلة فتتحطم مرة ثانية تتكسر أبكر من الوقت المفروض أن تعيش من جسمنا تالي بصير أنه بحاجة لأنه دائم لنقل دم مستمر بالضبط هذا هو الوضع الذي يدخل للمضيح قبل اكتشاف صائل الدم وزمر الدم وإعطاء الدم كان محكوم على هذا الطفل بالوفاة في عمر ثلاثة أو أربع سنوات لكن مع تطور الطب واكتشاف زمر الدم أصبع بالمقدور إعطاء وحدة الدم تتناسب مع فصيلته وبالتالي استطعنا أن أعطيه فرصة للحياة أفضل طبعا في هناك مداخرات علاجية متعددة أيضا ضرورية للبقوة على هذه الحياة أكيد رح إحنا نتطرق لكل ما هو جديد حتى في عالم الطب في هذا المجال ولكن نسأل لبروفيسور معين الجينات هي المسؤولة عن الموضوع إيش اللي بيصير عادة في حالي مثل هيك أول شي خليني أشكرك على البرنامج تاني مرة فرصة سعيدة دكتور أعلى وسلم التالسيميا كمرض وراثي زي بقية الأمراض الوراثيين هو نتج عن سبب أو خلل وراثي حدث في الأجيال السابقة نقدر نحط حتى وقت وطايم فريم نقدر نحط وقت معين حتى إذا بدك ندرس هذا الموضوع أم تظهرت هاي الطفرة لم يتم دراست ذلك بس ممكن دراسته بس بعينيناش اللي بعينينا إنه زهرت الطفرة الوراثية هاي وتظهر الطفرة بشكل تلقائي يعني عملية ظهور الطفرات هي عملية مبرمجة في حياتنا لذلك منكبر ولذلك منتلف وبالآخر الواحد عفوه الله يعني هي تراكم الطفرات هي اللي بيؤدي بالآخر إلى الوضع إنه الواحد بيكبر بالعمر ويصير عنده إشكالات بعضو أو بآخر في الجسم نفس النجاح قد تكون من الصعوبة من المكان وهي مفهوم نظري وليس مفهوم عملية المفهوم العملية لابد من تراكم بعض الطفرات الوراثية بعض الأمراض الوراثية تقع في مناطق جغرافية في المادة الوراثية تبعتنا اللي منسميها باد نيبرود يعني جار الفاسد أو في مناطق محدد الحارة اللي موجودة فيها المنطقة اللي موجودة فيها العامل الوراثي ومنعتبره من ناحية وراثية بحتي نسموها مواقع عرضنا لتكوين الطفرات أكثر من غيرها من المناطق ما معنى مثلا في وضعنا الاجتماعي أو في وضعنا كفلسطينية أو كبيدل إيس عنا تليسيمية أكثر من مرض تليو في الكبدي بس نعم بالمعنى الآخر في باد نيبرود في مناطق معينة في مناطق معينة تقصد يعني مناطق جغرافية مثلا بلاش بالمناطق مش مفهوم البيئة مناطق جوى المادة الوراثية تبعتنا عرض أكثر لإحداث تغيرات الوراثية من مناطق أخرى جزء من هاي المناطق هي الجينات المسؤولة عن السرطان أيضا يعني بشكل أو بآخر بس أضف له هاي التغير اللي صار اسمح لي بزديا أضف لهذا التغير اللي صار احنا ركزنا هذا التغير بزواج الأقارب اها احنا زدنا زدنا الابطين بالل زين يعني هو حدث في السابق وقمنا بقصة زواج الأقارب بتركيزه وظهر المساهمة من الام والأب في شخص مصاب اللي احنا نشوفه في الحالات اللي يحكي عنها الدكتور هذا بالضبط الوضع الوراثي الخاص طب هو الأمراض يعني التفرات الجينية أو المشاكل الجينية دكتور معين يعني لاحظنا أنه فيه مناطق معينة تتميز بهذه الأمراض الوراثية وخصوصا المرض التلسيمية بتلاقي فيه مناطق محددة أكثر عرضة للإصابة أو للتفرات الجينية أنت أسأل حالك ليش نسبة التلسيمية عالية؟ ليش نسبة التليف الكبدي عالي لكن أقل التليف البنكرياسي وأقل من شوية من التلسيمة وإذا بتحط بروفايل إذا بتحط رسم بياني ما هي الأمراض الوراثية؟ ونسب حدوثها في مختلفة في ناس بين فلسطينية لا إحنا بنحكي عن التلسيمة بشكل عام يعني كون وجود نسب مختلفة هذا بعطيك فكرة أنه فيه مواقع في المادة الوراثية تابعتنا عرضة لتغيرات بنسب أكثر من مواقع أخرى نعم هون دكتور نقدر لسال عن زواج الأقارب نعم زواج الأقارب يركز ولا يسبب يركز ولا يسبب ولا يسبب حكيت هذا الحكي في بس بس لا يسبب بمعنى أنه يعني أحد أسباب وجود مريض التلسيمية هو تزاوج طرفين واحد ممكن يكون مريض أو طرفين يعني مصابين أو حملين للمرض يعني إحنا نتكلم عن مادة الوراثية بالتأكيد هي نفسها ومتشابة عند الشاب والشابة إذا كانوا جاءوا من نفس العائلة وبالتالي المادة الوراثية الموجودة لديهم فيها تطابقات أو تشابهات كثيرة وعند الزواج إذا كانت هذه المادة الوراثية فيها خلل في نقطة ما هناك فرصة لتقوى الخللين مع بعض وبالتالي بروز الحالة المرضية أو تكوين الحالة المرضية خلينا نقول ليس مسبب ولكن يركز أو يظهر الحالة المرضية طيب دكتور بشار يعني خليني أسألك وأنت أعتقد أنت الأكثر اطلاعا على حالة مرضى التلسيمة في فلسطين هل في مناطق بعينها فيها الإصابات أو حدوث المرض خلينا نقول لا شك أعلى من مناطق ثاني لا شك يعني إحنا من الدراسات اللي أجريناها تقريبا في مختلف مناطق الضفة الغربية نعم هناك فعلا في بؤر وفي قرى بنقدر نسميها موبوءة العدد من المرضى هو بحامل الصفة الوراثية بمعنى إذا تكلمنا عن تقريبا ثلاثة ونصفة أو أكثر شوية من المجتمع الفلسطيني يحمل الصفة الوراثية بالمجمل عندما نأتي لهذه البؤر بنوجد النسبة تصل إلى سبعة وثمانية في المية سبعة وثمانية في المية نعم الستاندرد العالمي لهذا المرض فيه ما فيه استاندرد العالمي يعني فيه جزر معزولة بنتلاك النسب فيها أعلى في مناطق شمال أوروبا سابقا ما فيش فيها بالمرة لكن طبعا هذا سابق مش بعد حصول حالات الهجرة والانتشار السكاني أو التنقل السكاني الواسع اللي بحثت حاليا نعم بشرط دكتور معين بشرط أن يصاب المريض أن يكون فيه هناك الصفة الوراثية موجودة عند الأب والأم عشان يكون موجود عندنا اللي هو أو ينتج الحالة المرضية إيش اللي بيختلف عن حامل المرض عن المريض في الجينيا يعني إذا أنا فهمتك مضبوط المرض الوراثي تكلمنا سابقا كمان في حلقة سابقة صح قد يورث عموديا من الأم والأب نعم وهذا معظم هذه الحالات اللي إحنا مندرسها اللي موجودة عندنا زي التالسيميا بحد ذاته بس كمان يجب أن لا نغفل أبدا أن هناك إمكانيات لأمراض الوراثية مكتسبة وليس مورثة يعني قد يحدث أن يكون هناك من الحياة بعد عملية التلقيح حتى ممات حياة مليئة بالوراثية ومليئة بتغيرات الوراثية اللي ممكن ينتج عنها متغيرات وراثية ذات طابع تفرات مكتسبة مجوز بتعلق في أمراض أخرى غير بشي تلسيمة مكتسبة بس حبيت ألفت النظر لأنه دائما التعريف الوراثي الناس تنظر إلوه كأنه هو الوراثي الذي جاي من الأم والأب ويغفل العوامل البيئي الزمني وبيئي طويل جدا وحكينا في الموضح لكن التلسيمي هو مرض وراثي وهو مرض وراثي متناقل عموديا من الأم والأب ويركز بالأطفال بشكل أو بأرض دكتور بشار يعني العائلات اللي بتتزاوج بالطريقة هاي بجوز ما يعرفوش انهم أصلا يعني حاملين للمرض يترى كيف الأعراض اللي بيعاني منها طبعا أول إشي هل تظهر العلامات مبكرة هل بتتأخر هل في عوارض معينة تظهر عند الطفل أو الكبير إذا كان بتأخر ظهور المرض وبالضبط هذا اللي كان بيعاني من المجتمع الفلسطيني نعم وباقي المجتمعات اللي بيحمل الصفة الوراثي ما في عنده مشاكل ما في عنده عراض عادة نعم ما بيحتاج مداخلات وبتعايش بشكل طبيعي وعايشوها ما بيعرفش نفسه إلا إذا راح على المختبر نعم فلما كان يتزوج الشخص من فتاة أيضا لا تعاني من أي تعراض بتفاجأوا أنه أنجب الطفل مريض طب من وين هذا يجي الطفل مريض لأنه هو وية بيحمل صفة وراثية بنسميها صامتة أو ساكنة أو متنحية باللغة العلمية لكن برزت بشكلها الأوضح في الطفل المريض الآن هذا اللي بنسميه إحنا الحال المرضية الحال المرضية مثل ما أشار التقرير فيه نوعين الأغلب الأعام منها من الثلاثيمية اللي هي الثلاثيمية ألفة والثلاثيمية بيتا لكن بالمجمل بالمجمل الأعراض يا إما بتظهر في الحال ألفة عند الولادة أو منذ لحظة الولادة وأحيانا حتى داخل رحم الأم وبالتالي الطفل يولد مريض وما فيش مجال يعني لإخفاء المرض مرض الثلاثيمية يعني مش مرض أنه يتخبى زي ما أقوله أو الحال الأكثر شيوعا في المجتمع الفلسطيني من نوع بيتا ويتظهر عادة في العام الأول من عمر الطفل نعم مثل ما أشرت هي فقر دم شديد آه يعني بس أكيد فيه ظواهر بتخلينا خلينا نقول أنه إحنا نقول أنه هذا الطفل لا سمع أخضوع الدكتورة قلنا فيها هي بنولد الطفل بشكل طبيعي تماما مئة بالمئة في الحال بيتا لكن مع الوقت بملاحظة بطل الطفل ينمو بأنه هو المعتاد يعني مش ابن ستة شهر هو ابن لسه في عنده هزال في عنده ضعف في عنده دائم البكاء إلى آخره ليه أعراض عامة نعم لما بتذهب للطبيب بأفول فحص بيسوي له إياه له قوة الدم قوة الدم فحص تلكوائي يجرى لأي طفل بدل ما يكون قوة دمه بالمستوى المعروف والمعتاد بنلاحظ أنه قوة الدم ضعيفة جدا جدا وبالتالي بيظهر نبدأ نبحث عن الأسباب ومن هون أنا بتوجه لكل الإخوة والأخوات المشاهدين على ضرورة مراجعة طبيب الأطفال وخصوصا في العامين الأولين من عمر الطفل مش لازم نستنى لحد ما يصير الطفل مريضه يسخر وينتق وبطنه يوجه عشان نتوجه فيه للطبيب الأطفال بجوز التعامل معهم بطريقة مختلفة يجب أن يكون على مبدأ الزيارات الدورية للطبيب من أجل الإطمئنة على صحته على دمه على طوله على وزنه لأنه خلال هاي الفحوصات ممكن يعني نحكي عن التلسيمية ممكن في البداية ما تكون مبين بعض الأعراض أو الأم تتوه عن الأعراض هاي فبالتالي بلجوها إلى طبيب الأطفال بشكل دوري قد نضع إيدينا على المشكلة منذ البداية طبعا مشاهديننا اللي بيحب يشاركنا في حلقة اليوم حول موضوع التلسيمية واللي بيحب يطرح رأيه في هذا الموضوع ومشاكل هذا المرض بإمكانه الاتصال والتواصل معنا على أرقام هواتف للستوديو راح تظهر أمامكم الآن على الشاشة إن شاء الله دكتور مهين إذا الشباب بس يجهزونا الصور أنا حابب بس أورجي كيف تنتقل أو كيف شو طرق اللي هو انتقال كيف المصاب بيورث لابنه لابنه بعرفش إذا جهزي الصور عنا خلينا نشوف أول صورة معنا ونعلق عليها هون إحنا بنحكي عن حامل التلسيمية وحامل التلسيمية هون نسبة الإصابة هون أنا راح أستوقف عند مواضيع مختلفة دكتور مهين إيش اللي شايفينه إحنا بالضبط يعني إذا بتطلع بالنسبة إلنا الشخصين اللي فوقوا هم يهيئة اللي بمثلوا الأم والأب الأم والأم هم حاملين الصفة إذا بنعتبر الصفة اللي حاملينها هي اللون الأسود نعم فبدي بس بدي أحكي قبل ما نشرح السلايد إنه بشكل عام إحنا نتاج إمنا وأبونا يعني بمعنى آخر في عنا عاملين وراثيين ومساهمتنا من الأم والأب في هاي الحالة اللي موجودة الرسمة على السلايد نعم واضح إنه العاملين متفاوتين لذلك أخدوا اللونين مختلفات اللون الأبيض اللي بقدر أسميه أبيض هو العامل الوراثي السليم اللي لم يحدث فيه أي طفرة وراثية والأسود هو العوامل الوراثية اتنين هذول اللي صاب فيهم خلل وراثي قد يحدث أثناء الترقيح طبعا أثناء تكويل الحيوانات المنوية أو البويضات المرأة تأخذ واحد من العاملين والرجل ينتج واحد من العاملين في الحيوان المنوي أو في البويض ففي المحصلة قد يكون عندنا حيوان منوي أسود وحيوان منوي أبيض أبويضة سودة أبويضة بيضة هلأ احتمال التقاءهم مع بعض هو اللي انت شايفه تحت بالزبط إذا نحط الاحتمالات هذول مع بعض في عنا أربع احتمالات ربع هالاحتمال هذا مصاب لأنه الأسود اجتمع مع الأسود نعم 25% نص الاحتمالات شخص اثنين حاملين واحد طبيعي جداً اللي هو الأبيض نعم هاي الوراثة بنسميها الوراثة المنديلية وراثة كلاسيكال كلاسيكال نعم هذا الطريقة اللي تم جاء التوارثي نحن راح نتوقف عند هذا الموضوع ولكن أنا بحب ألفة انتباه جميع الأخوة المشاهدين لا يعني اللي انتوا شايفينه أنه حامل المرض وحامل المرض أنه راح يخلفوا أربعة بالطريقة هاي هي نسبة الإصابة من كل حالة ولادي من كل حالة ولادي ورح نرجع نحك في هذا الموضوع ولكن ناخد معنا اتصال دكتور ثائر من غزة مساء الخير ما تنوك يعطيك العافية دكتور بشار دكتور أشرة نسعيد مساك في البداية أنا بشكرك على هذا الموضوع الهام شكرا وأذكر ضيوفك دكتور بشار ودكتور موين موين نعم بس أنا في عندي سؤال هلأ في حالة وجهتنا أنه أخي تقدم للزواج فراعمل فحص طبي للثالسيميا فحص الدم فقالوا له أنت حامل المرض فتطلب الأمر إحضار زوجته فتبين أنه مش حامل المرض فمشته الأمور السؤال اللي بدي أسأله هلأ هو كان يتعايش معنا بكل أريحي وما فيش أي أعراض ظهرت عليه نعم هلأ الدكتور بشار قال أنه الطفل منذ عمر سنتين أو منذ الولادة لحتى سنة أو سنتين بتظهر عليه هذه الأعراض مثل ضعف النمو أو ما شبه ذلك نعم هذا الشاب لما صار عمره 20 أو 25 سنة لماذا يعني أعراض الثلاثيميا ما ظهرت عليه منذ البداية منذ كان طفل صغير لحتى يتسين هذا المرض هو أنت ثائر أنت دكتور ولا دكتور بإشي أنا أكاديمي 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 ماشي أوكي سؤالك حلو ومهم السؤال الثاني بس في شيء ثاني لو سمحت لي فضل بالنسبة إذا كان الأب والأم حاملين لمرض الثلاثيميا هل يعني تكون احتمالية إصابة الأبناء بالثلاثيميا مؤكدة أو أم لا نعم نحن عرضنا قبل شوي ورح نرجح حلو برضو لما نجاوب رح نورجيك كيف نسبة الإصابة عند الأب والأم الحاملين لمرض الثلاثيميا بالنسبة للمصاب بالثلاثيميا نعم بعيش بوضع طبيعي 100% وما بكثب أي أعراض أصدق المصاب يعني المريض أم الحامل لمرض الثلاثيميا نعم ممكن يتعايش مع الناس ومن دون أي أعراض تظهر عليه نعم ماشي شكرا دكتور ثائر لمداخلتك ولأسئلتك أنا أعتقد أنها أسئلة قيمة طبعا مرتاني أعزائي المشاهدين بإمكانكم الاتصال والتواصل معنا على أرقام هواتف لسيديو اللي ظهر أمامكم الآن على الشاشة بقول يعني أخوه تقدم للفحص وزوجته هو حامل وطبعا راح وجابه طبيعي لازم يجيبه الزوجة تعمل إيش الوضع في حالة مثل هذه وبعدين شو اللي السؤال كان هو السؤال أنه هل يعني هو واضح أنه فيه لبس في مفهوم التعريف يعني خلينا نتكلم عن إذا رجعنا لل نرجع للصورة المرة تانية لو سمحتو واضحها يعني إذا بدنا ننظر للصفة الوراثية اللي مشارئ لها باللون الأسود وفي هذا الحال كل من الأم والأب حاملين للصفة الوراثية هذا باللغة العلمية بنسميه ثلاثيمة صغرى لكن هل باللغة الدارج نعتبره ثلاثيمة صغرى مرض ولا مش مرض هو متسبب بمرض لكن ولا تظهر عليه آية أعراض وبالتالي هو إنسان بعيش حياته عشرين سنة وثلاثين سنة ومئة سنة مش بحاجة لشيء نعم في الغالب العام يعني في غالبيت الحالات حامل الصفة الوراثية ما بتظهر عليه آية أعراض مثل ما ذكر لا يمكن أصلا تشخيص هذا الحالة في موضوع الثلاثيمة تحديدا إلا بالفحص المخبري نعم لكن إذا تكلمنا عن الإنسان عن الطفل أو الإبن عند هذه الأسرة اللي التقى فيه مثل ما تفضل الدكتور معين طفرة وراثية مريضة اللي هي مشارئلة باللون الأسود مع حيوان منوي يعني بويضة مصابات وبالتالي ظهر عندنا كل الحالة ملونة باللون الأسود هذا بنسميه ثلاثيمة عظمى فهذا هو اللي بيأخذ الأعراض كاملة يعني هو مهم جدا فبالتالي هو بتكلم عن حالة تحمل الصفة الوراثية عن شقيقه وليس مريض وليس مريض المرض لا يمكن إخفاؤه نعم نتكلم عن الحالة التقليدية لمرض الثلاثيمة العظمى لا تبقى مخفية لسنوات وإنما تظهر من السنة الأولى الأعراض لكن نتكلم هنا يمكن البروفيسور معين يتكلم باستفادة أكثر أنه نتكلم عن طفرات مئات الطفرات وبالتالي مظايرة سريرية تختلف وتتنوع لكن نتكلم عن الظاهرة بأشد صورها بالتالي في سن 6 شهر سنة زمان بتكون ظاهر الأعراض إذا كان من نوع بيتا وكان من نوع ألفة من لحظة الولادة تظهر الأعراض هو دكتور يعني بروفيسور معين إذا ترجعونا برضو مرتين الصورة يعني مهم جدا نوضح للناس أنه طبعا إحنا في بلدنا متبع الآن هو نظام أنه دكتور بشار فحص الطبي قبل الزواج وفي حالة وجود التنين حملين للصفة الوراثية يعني لا ينصح خينا نقول يتم الجلوس معهم وتوليهم نصيحة بالظب واستحابهم لمشاهدة معاناة المريض لأنه بالفعل درها مهمة مثل ما أشرت التقرير لن تفيد معها قناطير العلاجات نعم إذا إحنا شايفين دكتور معين نوضح للإخوة المشاهدين يعني خينا نقول اللي فوق الحملين واللي تحتهم هم الأبناء المصابين الولد المصاب المصاب الملوم بالأسود نعم لا يعني بالضرورة أنه يكون عندي أربع أطفال واحد منهم مصاب وكل حالة مرضية بيصير في عندنا 25% 25% إصابة من كل حالة ولادة في احتمال 25% للإصابة نعم إحنا شفنا حالات في أمراض متنحية زي التلسية نعم في أسرة واحدة في عدد كبير من الإصابات يفوق النسبة لأنه من كل حالة ولادة ممكن تحدث إبكانية 25% زي العائلة اللي عندها تمام بنات وما عندهاش ولا ولاد بأنه من كل حالة ولادة في نسبة 50% ولده 50% صحي نفس الوضع نفس الطريقة هي هي الرندملس العشوائية في التقاء الحيوان المنوي مع البويضة ونسبة هذا الالتقاء بيحدده 25% أو البقية النسبة لـ 75% وضعه سريح نعم ومهم جدا بس خليني عقب على نقطة مهمة جدا ما بدي ألزمك نفس الشي زي ما اتكلمت سابق ما بدي ألزمك ببساطة الأمور مرات لأنه في عنا بعض التفراد في التلسيميا وهي IV-16 إحدى التفراد اللي أنا اشتغلت عليها سابقا في بحث هذا الحكي من 15-20 سنة اللي الشخص يعيش بصورة طبيعية جدا لأنه حامل للمشكلتين وتكشف لأنه عمل فحص روتيني على 18-17 سنة نعم نعم زيتك كمان شخص آخر حامل نفس عنده التوارث بهالموتاشن هاي بهالطفرة من الجهتين تظهر العرض عنده أول سنة فإذن النظر للعامل الوراثي يجب أن يكون في محتوى العوامل الوراثية الأخرى اللي موجودة عند الشخص نعم لأنه فيه إشي يسمعه عوامل وراثية أخرى قد تخفف أو تزيد من شدة الإصابة بس مرض التلسيمي يعني أنا اللي بعث الألفة أو البيتة يظهر في العام الأول أو العامين الأول هذا الوضع التقليدي نعم أنا بس حبيت أفاجئة يعني فاجئيني نعم أنا بحب مفاجئتك تكثر بوين نعم هو الأوى مجلزة العلم بالمفاجئاتها مش بالأشياء التقليدي بس هو بردو بالكتور بشار لازم الناس يتفرق ما بين حامل المرر الصفة الوراثية بالضبط هذا اللي حبيت حبيت أركز علي نعم بنتكلم في داخل ضف والقطاع والقدس نعم حتى بجوز القدس مش مشمولة إحصائيا نتكلم عن 4% إذا نتكلم عن 4 مليون أو 5 مليون صنعنا نحكي عن 160 ألف لـ 200 ألف مواطن فهدول بيحملوا الصفة الوراثية وبالتالي هدول هم بالضبط هدول هم مؤهلين من ناحية نظرية إنهم إذا اززوجوا بعض من بعض ينجبوا الطفل المريض ومن هون كانت نقطة البلاية السليمة للمجتمع الفلسطيني إنه الفحص الطبي قبل الزواج نعم فحص الطبي قبل الزواج أنت تبدأ مع الشاب كونه أسهل التعامل المجتمعيا معه بيساوي الفحص بيعمل الفحص وعلى أغلب الأعام هو غير حامل للصفة الوراثية لأنه 96% من الناس مش حامل للصفة الوراثية وبالتالي بيأخذ التقرير أو الشهادة من المختبرات وزارة الصحة وهي تجرى مجانا في كافة مدريات الصحة وعلى فكرة يتم بإجراء الفحص يعني هو فحص طبي بسيط جدا فحص دم عادي فحص دم عادي خلال دقواه يتم إجراء الفحص ويعطاه شهادة لكن إذا كان مثل ما حصل مع شقيق المتصل الدكتور ثاير إذا كان هو يحمل الصفة الوراثية يصبح لزاما علينا أن نفحص الفتاة والخطيبة فإذا كانوا الثنين بيحملوا الصفة الوراثية بالفعل يجب أن يقفوا أمام مسؤولياتهم كونهم قد يتسبب بإنجاب طفل مريض والمعاناة الشديدة اللي بتعيشها الأسرة والطفل المريض دكتور بشار أسألك برأيك رح أسأل السؤال اللي لك ولا البروفيسور معين طبعا برأيك هل بالضرورة هل أنت ترى ومن خلال أنت سنوات طويلة في العمل في هذا المجال هل ترى أنه أفادنا هذا الفحص ما قبل الزواج وإيش فادنا يعني ببساطة احنا كنا بننجب في المجتمع الفلسطيني عشرات المرضى سنويا نعم عشرات المرضى نعم احنا الآن نتكلم عن حالة حالتين بالسنة والحالة حالتين يعني في اعتقاد أنه في طورهم للتلاشي يعني إذا كنا لازلنا بنستقبل زيجات تمت خارج الوطن أو أشخاص تزوجوا قبل إقرار القانون أو التعليمات عام 2000 معروف أنه الأسرة الفلسطينية بتنجب على مدار 15-20 عام وبالتالي تفضل الدكتور تكلم عنهم أنه من بين ست سبع أبناء الطفل الأخير كان فقط هو المريض وبالتالي عند هذه الأسر اللي اززوجت في الخمس وتسعين أو سبعة وتسعين أو تسعة وتسعين ولم يخضعوا لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج إنه ممكن إذا أرادوا إنه الإنجاب يكون طفلهم القادم قادم المريض صحيح لذا هذا السبب أي أسرة نصيحتي لأي أسرة ترغب في إنجاب أطفال ولم تجري الفحص المخبري قبل الزواج إنه مجمو لأنه ممكن الطفل الثامن أو التاسع ويكون المريض فقط سعيد دكتور بروفوسور معين أنا لا شك المعرفة الوراثية بحد ذاتها هي قوية نعم من ناحية المفهوم الصحي أول شي التجنب حدوث إصابات زي هيك وبنفس الوقت مجلة توعية يعني أنا بديش ألزمك فقط في قصة التلسيم نعم وشكل عام في ذلك أمراض وراثية كمان لا تعتبر مناسبة للحياة حتى بمفهومها الصحية وموجودة هاي الأمراض الوراثية عندنا في البلد وكمان نفس الشي وتورف بنفس طريقة التلسيم نعم فإذن قد تكون تلسيمة إلها إلها أولوية بسبب نسبة الإصابة ونسبة الناس اللي حاملين هذا بس بنفس هاي المعرفة تبعة التلسيمة هي معرفة التليف يعني هو بشكل عام هذا اللي أردت أنه أكمل هي معرفة الأفن هي معرفة كل كل الأمراض الوراثية نعم اللي هو يورث بصورة متنحية بدي كمان أحكي شغلة مهمة جدا أنه المعرفة من حق العارف يعني بمعنى آخر العارف بأنه هو حامل والعارفة بوضعها الحاملة نعم وهم اختياراتهم بعد الكانسلينج أنه قرروا يتزوجوا مثل ما العلم قدر يفحص ويعرفهم حاملين صار في اليوم العلم قادر يفحص ويمنع حدوث ولد مصابة 100% وهذا هو هو الخصة لحد دكتور معين دكتور بشار هو الفكرة من الفحص المبكرة نحن عارفين اليوم الطب تطور لدرجة أنه أنت قد تمنع أو خير نعم فيه أسليب وأنتم بتشتغلوا هذا الموضوع للحد من ظهور المرض مرة ثانية أو في الأولاد ولكن هو الهدف من الفحص ما قبل الزواج هو الحد من هاي المرض أو هذا المرض يعني نروح على الـ FMF يعني ممكن التعايش مع هذا المرض ممكن بشكل أو بآخر بسنا نحكي على التلسيم وهو موضوع كبير ومؤرق للعائلة بشكل عام خليني دكتور وبركتور معين أتكلم فيه جزئية يعني الرحلة اللي مشاثها المجتمع الفلسطين وجمعية أصدقاء الله 30 إلى 20 سنة أعتقد أكسبة المجتمع خبرة واسعة وجيدة وضرورية للتصدي لأمراض وراثية أخرى أعتقد أن شبكة العلاقات منظومة الممارسات المجتمعية باتجاه الأمراض الوراثية بدأت تأخذ بعدا أكثر وأعمق بموضوع الثلسيمية قد يكون بالفعل المراض الثلسيمية توفرت له جملة عوامل وظروف في دورة الاهتمام لكن الآن أعتقد بعد أنه تصدى المجتمع الفلسطيني لهذا المرض بنجاح ونتمنى أن يتكرس هذا النجاح بمعنى أنه بالفعل ما تنولدش عندنا حالات مريضة جديدة ممكن نتصدى لأمراض وراثية أخرى سواء أقل حدة أو أكثر ندرة أو كشفها مكلف أكثر هون هلأ بيأخذني لسؤال مهم للبروفيسور معين وننفر جدلا أنه إحنا فيه عندنا الأب والأم وحاملين للطفرة وخلّ يعني أجاهم طفل مصاب أو بدهم يتزوجوا أخي أنا نبلش من البداية شو أنتوا في أم الجينات تقدروا تساعدوا طبعا إحنا لا ننصح أنا شخصيا لا أنصح الحامل والحامل للمرض بعد ما يتكلم بالزواج ولكن ما نفرد جدلا أنهم بدهم يتزوجوا أنت كبروفيسور معين ومختبر الجيناتج ومتساعدهم هم لو توصل قناعة عندي اتنين حاملين لمشكلة وراثية معينة إنهم بدهم يتزوجوا ويأخذوا هالريسك هالريسك هذا اللي عندهم ويمشوا فيه فيه أمكانية وراثية للتدخل وتجنب حدوث طفل مصاد كيف؟ هذا الحكي ممكن كيف؟ يعني عمليا عملية اختيار الأجنة السليمة اللي هو بتم كيف دكتور عشان الناس يعني بمعنى آخر أنت بيحكيش معنا إحنا أنت بدك تخاطر الجمهور يعني بمعنى آخر ممكن من الأب والأم إجراء عملية تلقيح خارج الجسم نعم لعدد معين من البويضات المستخرج من الأم والحيوانات المنوية المأخوذة من الأب نعم وهذه الأجنة في بعد ثلاثة أيام من نموها في المختبر بتم أخذ عينة منها وفحص هذا الجنين هل هو سليم هل هو مصاب هل هو حامل أل هو صحي بشكل مهم والتالي بتم أخذ وبتم أخذ هذه البويضات السليمة وتزريعها تاني مرة في المرأة بعد وضع فبالتالي بكون أنت ضامن أنه هو يكون ضمان مئة بالمئة شغل مختبر الجينات أهلا هذا نستطيع أن نقوم في مختبر الاستشاري هلأ مئة بالمئة يعني عندنا في مختبر الجينات آه في الاستشاري يمكن إجراء اختيار الأجنة ونعمل تشخيص على مستوى خلية واحدة من مأخوذة من الجنين ونختار الجنين السليم مئة بالمئة بس أحكي شغلي لأنه بديش ألزمك بتاليسيمية لأنه في أمراض أيضية في أمراض أيضية بعدد هائل موجودة أمراض موجودة فقدان السمع في أسرة معينة معنية فيها الأسرة كمان ممكن اختيار الأجنة السليمة اعتماد على نفس التقنية التقنية لا يحددها المرض يحددها التقنية نعم بدك تقول لنا أنه اليوم زي ما فيه طفرات جيني فيه طفرات طبية كمان اليوم نعم وبالتالي إحنا بإمكاننا أنه إحنا طبعا لا نتمنى أن يكون في حالات مرضية ولكن إذا توافرت الظروف لوجود حالات مرضية إحنا بإمكاننا التعامل معها وأنا كنت متفاجئ جدا يعني بس أحكي للدكتور العزيز نعم أنه يعني إلنا فترة عم نبني الكباسيتي هاي نبني الإمكانية حتى نعملها وتفاجأت بعدد الحالات الكبيرة جدا اللي سجلت حتى تدخل في الطريقة هاي في اختيار الأجن السليمي أجن السليمي وهذا بعطيك فكرة بعطيك فكرة زي ما اتكلم أنه الناس عندها معرفة في الوضع الوراثي وتتفاجأ لما أنا بععد معهم كمان كيف هم كيف ردت الفعل ومعرفتهم في الموضوع صحيح فأنا بعتبر أنه هذا كمان يعتبر option للناس بشكل أو بير كنت بدأك تعلق وضوع الثلاثيمية يعني أعتقد أنه لأنجز المجتمع الفلسطيني بالحد من الولادات المريضة الجديدة مهم جدا وينبغي الارتكاز عليه لا نتطلع العودة خطوة الوراء أول شيء يعني خليني أذكر حادثة ربما بالسنوات السابقة عندما بدأ العمل بالفحص الطبي قبل الزواج وتفاجأت أو دخل على العيادة شاب وزوجته تزوجوا قبل إجراء الفحص قبل صدور التعليمات ولسبب والآخر أنجبوا أول طفل سليم فحصوه في أثناء الفحص المخبر العادي اكتشفوا أنه بيحمل الصفة الوراثية وليس مريض فحبوا يعرفوا من من الأبوين بيحمل الصفة الوراثية اكتشفوا أن الثلين بيحمل الصفة الوراثية فصار عندهم رعب لإنجاب طفل ثاني طبعا التقنية التي تفضل فيها الدكتور لا شك أنها موجودة ومعروفة لكن مثل ما كنت مكلفة وإلى تبعاتها وإلى شروطها زي ما بقوله دكتور بشار إذا وقع الفاس بالرأس عند عرض القرآن إذا كان الشاب يحمل الصفة الوراثية والخطيبة تحمل الصفة الوراثية الأفضل والمطلوب أنهم يتبصروا بشكل واعي لخطوتهم التالية خلينا نورجل بس السادة المشاهدين شو الفرق ما بين التنين لما يكونوا حملين إحنا قبل شوي شفنا لما التنين حملين الصفة الوراثية ظهر عندنا واحد بالأسود كامل هنا دكتور بشار نعم هنا واضح بصرف النظر من الزوج سواء الفتاة الزوجة أو الزوج لكن الميزة هون أنه الزوج الآخر لا يحمل الصفة الوراثية وبالتالي هذه الأسرة محمية محمية أنه الزوج الذي لا يحمل الصفة الوراثية أحمل زوجين نعم وبصرف النظر هو كان الزوج أو الزوجة يحمي الأبناء من وجود حالة مرضية بينهم هذا هو زواج اللي بنتمنى يحدث لأنه إحنا ما بنقاوم الصفة الوراثية وإنما نحاول أن نمنع زواج من يحمل الصفة من تحمل الصفة البراثية هذه الأسرة بالسليم زي ما بقوله هون نفس الشيء هنا مصابة هذا الذي حدث مع مجموعة كبيرة من المرضى يعني مرضانا في المجتمع الفلسطيني الآن في عدد كبير منهم عشرات المرضى تزوجوا من شخص سليم وبالتالي كل أبناء يحملون الصفة البراثية لكن ليسوا مرضى بس هنا لسه يعني كمان هون أهوا يعني يحملون الصفة البراثية أهم ما يكون التنين بنهاية المطافة توجد حلول مثل ما تفضلت لهذا الشاب والشابة ممتاز لن تمنع زواجهم بالعكس وهذا هو اللي خلاني أنا أجيب نرجحها مرتان يا أخوان يعني إحنا هون لما بدأنا مثل ما ذكرت في عام 96 العمل في موضوع الثلاثيمية كان متوسط عمر مريضنا ليزيد عن ثمانية أعوام لا نتكلم عن عشرين وخمسة وعشرين عام نتكلم عن مئة وأكثر أنه دراستهم الجامعية وبالتالي هذول بتطلعوا لفرصة حياة طبيعية من ضمن هالزواج هو هون طبعا إذا شفنا مشاهدينا لبالأحمر يعني سواء كان الرجل أو السيدة يعني المصاب هو يستطيع أن يتعايش مع الحياة يستطيع أن يتزوج بيأخذ الدم بيأخذ الأدوية وبتزوج بالضبط لكن زواجه يجب أن يكون من شخص سليم مئة يعني لا يحمل الصفة البراثية رجعونا الصورة الأولى اللي شفناها لو سمحتوا يا إخوان لأنه هون الأولى لو سمحتوا راح نشوف أنه هون قديش خطر لما يكون التنين حاملين هما مش مرضى هما يعانيش من أي مشكلة اللي راح يدفع الثمن الإبن الإبن شكل مباشر وطبعا الأسرة معها لكن بذكر أنه مثل ما أفضل الدكتور معين يعني في أسر عندنا في عندها أربع أو خمس أطفال مرضى لا يوجد في بينهم طفل سليم واحد لأنه كل حالة مرضية كل حالة ولادة مثل ولادة فتاة أو ولد ولد أو بنت نعم بتكون هي عرضة للإصلاب بنسب معينة طبعا الحالات لو بدنا نجيب إحنا حالات المختلفة راح يلاهي أنه دائما البحث عن الشريك الخالي من المرض أو الخالي من الصفة الوراثية هو الطريق السليم لإنجاب لحامل المرض نعم حامل المرض بديب حتى عن مقابل سليم طبعا هنا دكتور بشار يعني قبل لأنه أنا في عندي سؤال مهم جدا للدكتور للبروفيسور معين إحنا سألناه بالأول على موضوع اللي بدهم يتزوجوا وبدهم يخلفوا طيب لو كانوا مخلفين وردي في مريض تلسيمية جمعية أصدقاء أصدقاء مرضى التلسيمية هذا راح يجاوبنا عنه بشق الطبي الدكتور ولكن وين وصلنا في هذا الموضوع دكتور بشار؟ يعني فيه تواصل مع وزارة الصحة طبعا نتكلم عن إجراء طبي مكلف وفيه تعقيداته نعم بنتواصل مع وزارة الصحة على أساس أنه وفيه هناك حصة سنوية لمرضى الثلسيمة في إجراء عملية زراعة نقوية العظيم العلاج للمريض إما بالطريقة التخليدية وهو أخذ الدم بشكل دوري بس هذا مش حال نعم وأخذ الأدوية بتستغرب لكن هو عملي ومعمول به ويتعايش الإنسان لكن أحيانا في بعض المرضى لا توجد لديهم فرصة للإجراء الآخر هو دائما دكتور بشار المرض إحنا عنا طريقتين للعلاج المرض الطريقة اللي هو أنه أن يتعايش المريض مع المرض بالأدوية ومريض التلسيمية إذا تعايش برضو في مضاعفات أخرى تحدث عنده خلال فترة الحياة اللي بعيشها والحل الآخر هو القضاء على مرض التلسيمية يعني الأمور مش برضو بالبساطة مش بالبساطة إحنا بنا نحاول بس خليها زهرية الأمور وردية إذا نتكلم عن الطريقة الأولى التخليدية اللي بيعتمدوها معظم المرضى وغالبيتهم والطريقة الأخرى هي إذا وجد المتبرع السليم أو المتبرع المناسب عفوا المناسب جيني وراثيا للمريض من أخ أو من قريب تتم عملية زراعة نقوية العظم وهذا إحنا في عمل مع وزارة الصحة من أجل توثير وأنها بصراحة يعني عدد من العمليات تجرى سنويا للمرضى سواء داخل مشافي داخل الخط الأخضر أو خارج ويتعايش المريض إذا كان طبعا كانت تحضير سليم إذا كانت العملية مشت بشكل سلس وآمن بتعايش الناس مع حالي مختلفة وهون صراحة يجب أن الشيء بالشيء يذكر بمجهودات الرائعة اللي بتخون فيها جمعيتكم وأنت طبعا رأس الجمعية بخدمة أبناء شعبنا وأنا لما بقول على يوم 8 مايو هو مش يوم للاحتفال هو يوم للتذكير بهذا المرض وبمرضى التلسيمية تذكير لكل الناس من علوة القوم وكبار وصناع القرار في البلد وحتى الناس العاديين اللي هم عرضا أنهم يصابوا بهذا المرض الثامن من مايو هو يوم للتضامن مع مرضى التلسيمية للحد من هذه الظاهرة المرضية اللي احنا نتمنى إن شاء الله نتخطفيه من مجتمعنا دكتور بروفسور معين أنت دايما يا بتيجي قبل شغلك يا قبل يا بعد أه يا قبل يا بعد أو في الوسط كمان أو في الوسط نعم مريض التلسيمية بحاجة زي ما تفضل الدكتور بشار لزراعة النخاع من أجل حل هاي المشكلة دوركم وين أنتوا في مختبر الجينات؟ هو الجزء من عملية اختيار الأجنية نعم إنك أنت قد تختار الجنين السليم وقد تختار الجنين مش بس السليم المحتوية على نخاع ملائم لأخو المصاب هذا كتجيب واحد ملائم يعني بمعنى العائلة اللي عندها طفل مصاب نعم وتعجز أو قد تكون مش قادة توصل لنخاع ملائم لهذا الطفل نعم بالأجهل اللي يتايبين يعني ندخل على نوع تطابق تطابق النسجي نعم نجد من الأمور ما يقول إنه فيه تطابق ولا ما فيه تطابق نعم فبالمحصلة العامة إذا أنت عم تختار الجنين الغير مصاب بالأحرى كمان تختار الجنين الذي يمتلك النخاع المناسب لأخو المصاب طيب وبالتالي ببقى مصدر لزراعة النخاع في 100% ماتش يعني بنسبة التطابق 100% ما لقينهوش هذا طيب شو بنعمل عدد 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 يعني بناء على الخبرة عدد عدد البويضات من 8 إلى أكتر إلا تلاقي 2-3 آه أنا أنا فواتي تشغلي أنا واضح إنه أنا فواتي تشغلي نعم أنت تقصد إنه يعني إنه حتى لو وفيش تطابق إنجاب شقيق آه إنجاب شقيق الربروتكت الفربي إنجاب شقيق يعني الإنجاب العلاجي يعني آه منه أن تنجب شخصا سليما والشخص السليم هذا سبحان الله يعني ربنا كرس العلم من أجل خدمة البشرية يعني أكيد أولا في عنا يعني بس بدي أعطي مثل بسيط عائلة بتعاني من مرض اسمه استيوبيتروسيز وهو وزيات التكلس لدرجة إنه البون مارو تبعهم ببطل فيه بون مارو يملأ العظم كله بالعظم ببطل فيه محل البون مارو وبتحول البون مارو للسبلين وتضخم السبلين والخلايا بتتكاثر لدرجة بتدفع العين لبره نعم شو في حالة مثل هكي؟ في الشيء غير الاختيار الأجني يعني عمليا لازم تجيب بون مارو للشخص حتى يعني بتدرج تعطي حبات زي تلسيميا ولا تعطي ترانس فيوجين تعطي دم بين فترة في فترة وتعالجه في تعالجه في تعالجة هل فيه رقم معين؟ طبعا فيه حوالي 860 مريض نعم 500 وأكثر قليلا في الضفة الأربية و 340 أو قراب ذلك العدد في غزة نعم النسب متساوية بنسبة لعدد السكان حسب بانس نعم نعم يعني فير منطقي ما فيش هناك زيادة بالمجمل في مشاكل بتوجهكوا أنتوا في الجمعية لا شك يعني بداية كطبيب لن أكون راضي في أي لحظة من اللحظات دائما بطمح للأفضل لا أقصد أنا مشاكل لوجستية مشاكل يعني جمعية يعني إلها نشاطات كثيرة ولكن أكيد فيه تطلعات أكبر يعني الحلم اللي راودنا من سنوات أنه فعلا فلسطين لا يولد فيها مرضى جدد تتحقق أو تتحقق بنسبة شعرتوا أنه الفترات الأخيرة بلش تتقل طبع 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 لما تروح على المستشفيات الحكومية بطل المنظر السابق في أقسام الأطفال صحيح على متفق معنا اللي بيعانوا وبدو دم ومش دم يعني صدت بتكلم عن حالة في الضفة الغربية كلها جديدة في السنة يعني صدنا بندور عليها وإحنا برضو عملنا يعني زي ما فيه في علم الجينات قفزات وأنا متفق مع الدكتور معين كمان في خبرتنا في مرض التلسيمية صارعنا كمان إحنا كمان لا شك نقل نوعية في التعامل مع المرضى يعني بداية بداية نحن نتكلم عن الفحص الطيبية قبل زواج ربما هذا استوقفنا سنوات حتى وصلنا إلى معادلة أن نبدأ بفحص الشاب قد يبدو هذا الحل سهل الآن لكن عبين ما وصلنا له ممكن أخذتنا سنتين ثلاثة من التفكير يعني ما بدنا نوجد مشكلة أسوأ بفحص الشاب والشاب فيه هنا فعلا يعني إنجاز كبير تم تحقيقه الحقيقة الثانية إنه عشرات المرضى أنهو الدراسة الجامعية والدراسة العليا صحيح فيه عندنا مهندسين فيه عندنا أطباء مرضى ثلاثيمة فيه خرجين كثر وبالتالي أصبح المريض أشعر إنه فيه عنده فرصة للحياة والتعايش مع المرض نعم نعم بمناسبة 8 مايو يوم التضامن الجمعية كلها نشاطات بشكل سريع لأنه وقتنا أدركنا دكتور يعني هو يمكن من سنوات إحنا بنركز على إكساب القوة والثقة بالنفس عند المريض حيث يصبح هو المتكلم باسم المشكلة تبعيته يخاطب المجتمع يخاطب مجتمعه يبصره في مشاكل المرض ويوعي المواطن وأيضا يتكلم عن حاجاته واحتياجاته فكان هناك يمكن يوم السبت الماضي قبل ثلاث أيام مسيرة من أمام محافظة جنين وأجابة شوارع المدينة وأيضا مسيرة مشابهة من ميدان حيضر عبد الشاف في غزة هدفها يصار رسالة المريض للمجتمع بإلاف إلا كان هناك مخيم تعايش مع قوات الأمن الوطني في جنين اندمج المرضى بعضهم مع بعض مع قوات الأمن الوطني في ثلاث أيام من التواصل والتدريب وتعزيز القدرات وإعطاء نوع من الثقة كمعاً للمريض بأنه إنسان طبيعي ومكانه يمارس حياته بشكل طبيعي هذا هو الضبط ما هدفنا طبعاً قبل ما نختم دكتور معين بشكل سريع ماذا تقول للأخوة المشاهدين في هذا الصدق؟ أنا أول شيء أحب ألفت النظر أنه علم الوراثة هو علم قائم على إنتاج معرفة تفيد المجتمع والمفهوم الأخلاقي هو قائم على أنه يجب أن نخفف من الموآنا قدر الإمكان هذه المسجة تبعت له معرفة قوية جداً علم الوراثة دخل في حياتنا الشخصية زي ما تكلمنا سابقاً والاجتماعي ورح يخلق تحديات على جميع المستويات وإن شاء الله نقدر خلال الإمكانيات هذه دكتور معين بجهودك وجهود التواقم اللي معكم وطبعاً بدور تخفيف المعلاقة قدر الإمكان دكتور بشار قبل ما نختم كلمة بتوجهها لأبناءك من مرضى التلاسيمية وحاملي مرضى التلاسيمية وكل المشاهدين يعني بالنسبة للمريض بمكون لهم بعترض بأتكلم بإسم كثيرين في المجتمع الفلسطيني أنه المجتمع واقف معهم يؤيدهم في رحلتهم للتشافي وأيضاً نطالب المؤسسات المجتمع سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة عمل حتى يندمجوا في المجتمع وبكفي أنهم بعانوا من لحظة ولادتهم بيستحقوا منها كل دعم وكل مؤازرة سواء في النواحي العلاجية أو في المجتمعية وعلى رأسها إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم وأعتقد أول ناس لازم يلبوا هذا الطلب هي إخواننا في الحكومة يعني وفي الوزارات المختلفة من أجل نخاطب الجميع وشمع المدني أيضاً طبعاً أنا في نهاية حلقة اليوم أشكرك دكتور بروفسور معين دكتور بشار أشكرك وأشكر جهود جمعية أصدقاء مرضى الثلاثيمي على مدار السنين ومدار الوقت شكراً جزيلاً لكم أعطيك 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 أعزائي المشاهدين قبل ما نختم حلقتنا لليوم نرجع ونأكد على أن مرضى الثلاثيمي هو مرض مزمن قد يكون هناك بعض الحالات العلاجية أو بعض الأمور العلاجية التي قد يتم التعامل معها وإنهاء الحالة المرضية من خلال زراعة النخاع اليوم علم الجينات تطور إلى حد كبير بحيث أن يقي ويحمي أبنائنا من وجود هذا المرض بتمنى أن الكل يلتزم بموضوع يلتزم الجميع بموضوع الفحص ما قبل الزواج سواء عشان التلاثيمي أو ما قبل مرض التلاثيمي ونتمنى لكل أبناء شعبنا الصحة والسلامة دائماً وأبداً في نهاية حلقات اليوم أنا الدكتور أشرف وطاقم العمل معي أشكركم وإلى اللقاء موسيقى موسيقى هذا البرنامج برعاية موسيقى موسيقى